البيان المشترك للرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إمانويل ماكرون والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما تحديدا ذلك على الحدود بين لبنان وإسرائيل وقطع غزة وقال بيان ماكرون وبايدن إن الدعوة يؤيدها العديد من الشركاء مثل الاتحاد الأوروبي وأستراليا وألمانيا وإيطاليا وكذلك السعودية والإمارات وقطر وأكد البيان أن الوقت قد حان للتوصل إلى تسوية على الحدود بين إسرائيل ولبنان تضمن السلام والأمن من أجل عودة المدنيين إلى ديارهم أشار البيان إلى أن بايدن وماكرون عمل خلال الأيام الماضية على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار لمنح فرصة لإنجاح الجهود الدبلوماسية في غضون ذلك نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بن يمين نتنياه وافق على سماع الاختراح الأمريكية وسيناقشه خلال زيارته إلى نيويورك كان وزير الخارجية الفرنسي جون ويل بارو كشف عن إحراز تقدم مهم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان مضيفا أن الجهود ستستمر في الساعات المقبلة هذا وشدد الوزير الفرنسي على أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ليس حتميا داعيا كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في حل سلمي للنزاع كانت صحيفة فاينانشل تايمس قالت إن الولايات المتحدة وفرنسا تسابقان الزمن لتأمين هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحزب الله قال دبلوموسيون في نيويورك للصحيفة إن الرئيس بايدن ونظيره إمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي يهدفان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما حيث سيعمل الوسطاء على التوصل إلى اتفاق طويل الأجل وقال الرئيس الفرنسي ذلك بعيد اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيم ميقاتي إنه قلق للغاية من التطورات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية مبين أنه سيعمل لوقف التصعيد وكان بايدن حذر قبل ذلك من أن الحرب الشاملة لا تزال ممكنة مع تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله لكنه أمل في إيجاد مخرج لمنع المزيد من إراقة الدماء كذلك حض وزير الخارجية أنتوني بلينكين كل من إسرائيل وحزب الله على التراجع عن التصعيد قائلا إن الحرب الشاملة ستكون كارثية للمنطقة فيما يتعلق بلبنان فقد عملنا بلا كلل مع الشركاء لتجنب حرب شاملة والانتقال إلى عمليات دبلوماسية تسمح للإسرائيليين واللبنانيين على حد سواء بالعودة إلى ديارهم ترجمة نانسي قنقر